أهلا بكم يبدو أن السلطة الفلسطينية لم تنسى مواقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأبرزها اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل النتيجة إعلان السلطة على لسان كبير مفاوضيها صائب عريقات مقاطعة مؤتمر دولي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو الأسبوع المقبل المؤتمر يهدف لمناقشة سبل دفع جهود استئناف عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ويأتي قبل جولة عربية سيجريها جاريت كوشنر مستشار ترامب وأيضا المبعوث الأمريكي لعملية السلام أواخر هذا الشهر فما تبعات الرفض الفلسطيني وهل سيتأثر المؤتمر في وارسو بغياب ممثلين للسلطة الفلسطينية تلقت السلطة الفلسطينية دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبايو لحضور مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط بفتور واضح وسط معارضة العديد من المسؤولين الفلسطينيين البارزين الدعوة تأتي وسط تأكيدات أمريكية من أن جاريت كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض سيبحث خلال المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن المؤتمر سيبحث جهود الإدارة الأمريكية لدفع عمليات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الهدف من هذا المؤتمر هو إيجاد صيغة لحل إقليمي يشكل مدخلا للتطبيع العلاقات ما بين الدول العربية وبين إسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية وبسياق ما يسمى بصفقة القرن التي تريد تصفية القضية الفلسطينية بعناصرها كافة وسارع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لرفض الدعوة مؤكدا أن الموقف الفلسطيني رافض لحضور المؤتمر وأنه لم ولن يتم إعطاء تفويدا لأحد للتحدث باسم الفلسطينيين مشددا على أن الإدارة الأمريكية أبعدت نفسها عن رعاية عملية السلام بسبب قراراتها التي تتناقض مع القانون الدولي ومن المفترض أن يقوم جاريت كوشنر والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلان بجولة شرق أوسطية نهاية هذا الشهر تشمل خمس دول عربية وهي سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بهدف بحث الشق الاقتصادي المتعلق بعملية السلام والذي من المتوقع أن يتضمن مزيجا من المساعدات والاستثمارات لمساعدة الشعب الفلسطيني ويرى مراقبون أن نجاح الشق الاقتصادي مرتبط بتحقيق إجمع حول الإطار السياسي لعملية السلام ولم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طرح خطته للسلام بسبب أعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لكن البيت الأبيض يعول على تحريك الشق الاقتصادي كمدخل يتيح لترامب طرح خطته التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد انتهاء الانتخابات في إسرائيل والمزمع إجراؤها في أبريل نيسان القادم معنا من غزة الآن فايز أبو عيطا نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ومعنا عبر سكايب من واشنغتون ريتشارد بايتس كبير الباحثين في معهد هاتسون للدراسات السياسية والعسكرية ومعنا من عمان المحلل السياسي عريب الرنتاوي أهلا بكم جميعا في العالم هذا المساء أبدأ معك سيد فايز أبو عيطا لأسأل تحديدا ما الذي تكسبه السلطة الفلسطينية من جراء الغياب عن مؤتمر وارسو مساء الخير لك والزملاء الكرام ولكل المشاهدين طبعا وبصراحة أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا ترى اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية راعيا نزيها للاستمرار في رعاية عملية السلام والتسوية في الشرق الأوسط أو بالأحرى فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد إقدامها على الإعلان عمليا أو البدء عمليا بتنفيذ صفقة القرن بعدما أعلنت عن موقفها من القدس ومن موضوع اللاجئين وهم صلب وجوهر القضية الفلسطينية باتت لا تمثل لا شريكا ولا راعيا لعملية التسوية وبالتالي الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لا تثق بدور الولايات المتحدة الأمريكية وهي نستطيع أن نقول الدعي الرسمي لهذا المؤتمر وهي بالفعل الدعي الرسمي وهي التي وجهت دعوة للسلطة رفضت ولكن كان سؤال أستاذ فايز هذا موقف فلسطيني معروف الآن له فترة ما المكاسب من جراء الغياب الآن واضح أن شيئا ما يجري تدبيره وهناك زيارة في آخر الشهر وكأن الفلسطينيين في النهاية يهمشون أنفسهم بأنفسهم مما يجري نحن لا نهمش أنفسنا ولكننا نحدد موقف واضح للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوزها ونحن على ثقة أن الولايات المتحدة الأمريكية مهما فعلت ومهما ضغطت ومهما مارست من ابتزاز سواء على الشعب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية أو على دول العالم الأخرى لن تستطيع أن تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية هذه الأسابيع والأشهر المقبلة لربما تكون حاسمة في تحديد إن كان هذا الكلام صحيح أم لا ولكن أنا أريد أن نواجه سؤال لريتشارد فيتس يعني ما حجم الضربة التي تلقتها هذه المساعي الأمريكية الأخيرة بأن يرفض الفلسطينيون الآن الحضور في وارسو أنا برأي أن هذه هي النتيجة المتوقعة فالهدف من هذا المؤتمر تغير مع الوقت فعندما جرى الإعلان أولا عن هذا المؤتمر بدأ وكأنه سوف يركز على إيران ومن ثم أعلنت الإدارة الأمريكية أن هذا المؤتمر سوف يتناول القضية السورية ويبدو الآن أنه سوف يتطرق إلى عدد كبير من المسائل ذات الأهمية كالمسألة اليمنية والمسألة العراقية والأمن السيبيري وإلى ما هناك وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط لاسيما بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى العلاقات التي تربط إسرائيل بجوارها من الدول العربية إذن واضح من هذه الإعلانات أن الأولويات تغيرت بشأن هذا المؤتمر وكوشنر وغيره من المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن جدول لمبادرة السلام ولكنهم لا أعتقدوا أنهم سيغصون كثيرا في التفاصيل فليس هناك إشارات واضحة عن المشاركين في هذا المؤتمر بخصوص المشاركة بشكل عام سيد ريتشارد الآن السلطة لن تحضر روسيا لن تحضر كذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لن تحضر في الواقع أربعون دولة فقط هي الحاضرة وطبعا في ضوء أن كوشنر وغريم بلاد يتوجهان إلى المنطقة بعد المؤتمر بأيام هل تتصور أمريكا أنها بالفعل قادرة على حل هذا الملف الشائك لوحدها من دون دعم قوى أخرى إقليمية ودولية طبعا لا لن تستطيع حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية ولكن قد تكون قادرة على حل باقي المسائل ولهذا تركز جهدها على مسألة التحالف والمسألة اليمنية وضبط تمويل الإرهاب وبالتالي يمكن الاعتبار أن هذا المؤتمر وإن لم يحقق نجاحا كبيرا على جبهة تحقيق السلام إلا أنه سوف يمكن أن تنتج عنه نتائج يمكن البناء عليها لاحقا وقد تخلف بعض التبعات على جبهات أخرى لا على مؤتمر السلام وحسب أو على عملية السلام وحسب عريب الرنتاوي في رأيك هل كان قرارا صائبا من السلطة أن ترفض هذه الدعوة الأمريكية أعتقد أنه قرار صائب ويأتي انسجام مع قرارها الأصلي بمقاطعة الإدارة كوسيط وراعي لعملية السلام بعد أن أظهرت انحيازا لليمين الإسرائيلي بخلاف العادة التي درجت عليها الإدارات السابقة بالانحياز إلى إسرائيل عموما هذه إدارة منحازة لليمين الإسرائيلي ولليمين الإسرائيلي المتطرف على وجه الخصوص ثانيا أعتقد أن هذا المؤتمر في مبناه وفي وظيفته الأساسية ليس مكانا لمعالجة القضية الفلسطينية حتى جاريد كوشنر لن يعرض مبادرة السلام على المجتمعين في وارتسو هذا المؤتمر بالأساس كما قال ريشارد من الولايات المتحدة كان مصمما لبناء جبهة إقليمية دولية ضد إيران عندما اصطدمت الإدارة الأمريكية برفض واسع حتى من قبل حلفائها الأوروبيين بدأت بتوسيع الأجندة وأدخلت عنوين عديدة إلى هذا المؤتمر مما أفقده في الحقيقة أي قيمة جدية بهذا المعنى هو ربما ارتباطه بمسألة أن كوشنر الذي سيتحدث فيها عن هذه الخطة وإن لا يتوقع أن يتطرق إلى تفاصيل هو بنفسه سيكون في المنطقة في آخر الشهر نعم يا سيدتي نعم هو سيتحدث عن المراحل التي جرى التفكير بها في إعداد الخطة وغير ذلك ولكنه لن يكشف عن الخطة بمحاورها الرئيسية ما الذي تعنيه للفلسطينيين وما الذي تعنيه للإسرائيليين وحتى في جولته آخر الشهر للمنطقة العربية هو سيعرض على الدول العربية الشق الاقتصادي دون أن يطلعهم على الشق السياسي هو يريد أن يدعوهم لتمويل صفقة القرن قبل إطلاعهم على مضامينها وهذه مفارقة في العمل السياسي والدبلوماسي ومن أصل سبعين دولي وجهت إليها الدعوات من واشنطن للمشاركة في مؤتمر وارثو أظن أن أقل من أربعين دولي ستشارك في هذا المؤتمر وستغيب عنه قوة فاعلة وذات صلة ومساس مباشر بالمسألة الفلسطينية في ظني أن إدراج الموضوع الفلسطيني كان قنبلة دخانية للتغطي على الهدف الرئيس وهو جمع إسرائيل وبعض الدول العربية في بوتقة واحدة في مواجهة إيران هنا الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية واشنطن عاجزت عن جمعهم في طابة 26 زائد 2 هذه الأداء مسألة وضع الجميع في بوتقة مواجهة مع إيران هل ستكون أداء فعالة وطروق للشركاء العرب أعتقد أنه كان محرجا للشركاء العرب أن يقبلوا إسرائيل في عضوية نادي 6 زائد 2 الذي يضم دول مجلس التعاون زائد مصر والأردن الآن هناك مثلة دولية أوسع أقل حرجا لهذه الأطراف ولذلك نعم قد تكون آليات وارسو مكملة لآليات التحالف الشرق أوسطي الاستراتيجي الميسا الذي أعلن عنه ترامب في السعودية وطاف بومبيو في المنطقة من أجل تفعيله في الآوينة الأخيرة وهي مرتبطة بالموضوع وإن كانت بعيدة عن المحور الأساسي ولكن اسمح لي أن أطرح على فايز أبو عيطة الآن هذا الحديث من عريب الرنتاوي عن أن كوشنر هو معانيه بالشق الاقتصادي من ما يطلق عليه خطة سلام أو صفقة قرن أو أي كانت يعني بقطع المساعدات من قبل هذه الإدارة الحالية سيد فايز عن الفلسطينيين كان من أكبر الخلافات وكان محطة كبرى في تاريخ تأزم العلاقة الذي نحن بصدده الآن الآن عندما يتحدث الأمريكيون عن خطة اقتصادية تتضمن مساعدات للفلسطينيين وإن كان من سيمول ذلك ألا يحل هذا بعض جانب من جوانب هذه المشكلة يعني أنا أعتقد أن هذه الدعوة وإقحام الموضوع الفلسطيني فيها هو من أجل أو بغرض إعطاء همية لهذا المؤتمر لاستقطاب أكبر عدد من دول العالم لحضوره ولكن أنا أعتقد أن هذا الموقف الحكيم للقيادة الفلسطينية بمقاطعة هذا المؤتمر لا أعد أسأل عن المؤتمر أسأل بشكل أعام عن هذه الخطة الأمريكية التي يبدو أن كوشنر معني بالشق الاقتصادي منها هذا صحيح أنا سأتطرق لذلك ولكن أردت فقط التوضيح الخطير في المؤتمر أيضا قبل أن أدخل بالإجابة مباشرة على سؤالك بأنه أيضا يطرح الموضوع من زاوية بحث علاقة إسرائيل بدول الإقليم أو بالدول العربية أو بمحيطها الإقليمي وأنا أعتقد أن هذا خطير وفيه تجاوز بالمبادرة العربية التي تقتضي أن يكون هناك حل واضح للقضية الفلسطينية بناء على أسس محددة وآخر خطوة هي عملية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أما فيما تعلق بالدعم المالي والطابع الاقتصادي لهذا المؤتمر أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بإنحيازها وبوقفها الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي حاولت أن تمارس سياسة الابتزاز للقيادة الفلسطينية ولشعبنا ولكن أنا أعتقد أن جوهر قضيتنا وهو جوهر القضية السياسي وليس إنساني وبالتالي سنتحمل الأعباء المالية الناجمة عن قطع المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني دون أن يتنازل شعبنا أو قيادتنا عن المواقف الثابتة والحقوق المشروعة لشعبنا ولن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تنال من قضيتنا سياسيا بسبب هذا الدعم أو بسبب الابتزاز المالي هذا مواقف مبدئي وأريد أن أتساءل ريتشارد فيتس إن كان سيسمعه كوشنر أيضا من السعوديين وهذا بناء على تسريبات في الواقع للتلفزيون الإسرائيلي الذي تحدث عن مواقف سعودية لمسؤولين سابقين منهم مثلا الأمير تركي الفيصل يقول أنه لا تطبيع مع إسرائيل ولو كانت هناك علاقات غير رسمية ولكن علنا ورسميا لن يحدث تطبيع في العلاقات ما لم تحل القضية الفلسطينية أولا إذن هو اختلاف يبدو أن نفس الموقف الفلسطيني الآن في ماذا يأتي قبل ماذا نعم أنا أوافق مع المتحدث السابق الإدارة الأمريكية ربما تريد أن تضعف المبادرة العربية لعام 2002 عبر نسج علاقات غير رسمية أو التي تقول بعدم وجوب نسج أي علاقات بين أو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العربية إلى حين حل القضية الفلسطينية ولكن ثمات عدد من الدول العربية التي بالفعل بدأت بإضعاف هذه المبادرة العربية فقد ازداد الحضور الإسرائيلي في عدد من هذه الدول العربية وسؤالك كان مثيرا للاهتمام نعم الإدارة تفكر بالملف الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام وأعتقد أن هذا تبدى بشكل واضح لا في المسألة الفلسطينية الإسرائيلية بل في مباحث أخرى ففي العلاقة مع كوريا الشمالية الأمريكيون يؤكدون إذا الكزمتم معنا سوف تزاهروا بلادكم كذا الأمر بالنسبة إلى إيران إذا لم تخضعوا لنا فسوف تواجهون المزيد من العقوبات الاقتصادية إذن التركيز على الملف الاقتصادي تعتبر الإدارة الحادلية كفيل بتأمين السلام ولكن هذا ما سبق أو المتحدثان السابقان حدث بينا مخاطر هذه المقاربة طيب عريب الرنتاوي هل تتصور أن يلقى كوشنر بعض المعارضة من حيث هذه النقطة المبدئية عندما يزور الرياض وأبوظبي وغيرهما يعني العواصم الخمسة التي سيزورها نهاية الشهر يعني وفقا لأدق التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية وحتى الغربية لن تستطيع إسرائيل أن تنجز اختراقا في علاقاتها التطبيعية مع العالم العربي من دون حل القضية الفلسطينية يمكن أن تحدث هناك بعض التشققات في جدار المقاطعة كما رأينا في الآون الأخيرة ولكن انتظار اختراق حقيقي في هذه العلاقات في ظني أنه أمر مستبعد وهذا أولا ثانيا الملف الاقتصادي الذي يحمله كوشنر بالنسبة لكثيرين من الفلسطينيين والعرب هو بديل عن الملف السياسي وهو محاولة لمقايمة الفلسطينيين يعني ريتشارد ضرب مثلا بكوريا شمالية العام الاقتصادي موجود لا يمكن إنكار أهميته بس في الأخير في كوريا في دولة وفي سيادة وفي حكومة وفي أرض للكوريين الموضوع الفلسطينيين مغاير الفلسطينيون تحت الاحتلال ليس لديهم سلطة وليس لديهم سيادة وإسرائيل لا تعترف بدولتهم وترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة إليها وهنا خمسة ملايين لاجع هذه ملفات لا يمكن مقايضتها بالمال ما يفعل كوشنر الآن هو ما بشر به نتنياه منذ سنوات السلام الاقتصادي بديل عن السلام السياسي وبديل عن بحث القضايا السياسية قضايا الحل النهائي ثم أن هناك اتجاه لدى البيت الأبيض بدأ منذ جلسة البريينستورمينغ العصف الدهني التي عقدت في البيت الأبيض قبل قرابة عام لفصل ملف غزة عن الضفة الغربية والدخول عبر البوابة الإنسانية والاحتياجات الإنسانية إلى غزة من أجل فصل مصيرها عن مصير الضفة الغربية إذن هو ملف اقتصادي مفخخ ربما بأسوأ النواية ولكن هذا تختبند التسريبات والتكهنات فايز أبو عيطة هل يمكن أن يكون هذا هو أكثر ما يزعج وتستأمنه السلطة الفلسطينية مسألة فصل غزة عن الضفة فيما يخص الحل سواء سياسيا أو اقتصاديا لا شك هذا يعني جزء من صفقة القرن صفقة القرن باتت واضحة يعني هي تحارب حل الدولتين ولا تؤمن بها وبالتالي تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مجرد كنتونات منعزلة فصل غزة عن الضفة ونحن نرى دموع التماسيح التي تذرفها الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا على الوضع الإنساني في قطاع غزة ونحن ندرك أن الوضع الإنساني بالتأكيد صعب وقاسي جدا في قطاع غزة ولا ننكر ذلك بالعكس نحن نوضح ذلك لكل العالم لأنها جريمة ترتكبها إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بفعل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع غزة بشكل خاص ولكن هناك نوايا إسرائيلية وأيضا نوايا أمريكية أيضا لتنفيذ صفقة القرن من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبالتالي استخدام العامل الاقتصادي في هذا الشأن وبالتالي نحن كما قلنا موقفنا واضح الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي نريد دور سياسي للمنظومة الدولية مختلف عن الدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعود شريكا أو راعيا نزيها لعملية ريتشارد بايتس ما صحت هذا الكلام طبعا نحن هنا دخلنا في دائرة التكهنات السياسية ولا نعرف ملامح هذه الخطة حتى الجانب الاقتصادي منها هل بالفعل برامج إعادة الإعمار وهذه الحزم محزم المساعدات التي سيتحدث عنها كوشنر مخصصة فقط لغزة حصرا لا نعلم والتسريبات التي وصلتنا إلى الآن غير واضحة ولكن أنا برأيي أن كوشنر سوف يستثمر الاجتماعات التي سيعقدها في الأسابيع بعد أسابيع في منطقة الشرق الأوسط لكي يحدد الجدول الزمني لهذه الخطة والمحتوى الذي تتألف منه لهذه الصفقة وبالتالي في اجتماعاته سوف يبين هذا المحتوى صفقة القرن وما يمكن للإدارة الأمريكية يمكن أن تقدمه وسوف يسمع إلى نصائح الذين سوف يتحدث معهم أقله هذا أنا ما أفعله لو كنت مكانه طبعا هناك بعض القضايا الأساسية التي ينبغي التطرق إليها مثلا قضية السياسة والأمن حتى لو كانت تركيز على الملف الاقتصادي ولكن ما توقعاتك ريتشارد فيتس هل يمكن أن يكون الأمريكيون قد أخطأوا حساباتهم لهذا الحد يعني هم تبدو هذه الإدارة وكأنها متفائلة للغاية وواثقة للغاية الأمر سيحل على الأقل في 2019 وإن كان بعد الانتخابات الإسرائيلية هل تتصور أنهم أخطأوا حساباتهم نعم أخطأوا حساباتهم لقد كانوا مفرطين بتفاؤلهم ولكن هذا يعكس بطبيعة الحال سياستهم الخارجية مثلا ترامب لا يعتبر أنه بحاجة إلى جنود أمريكيين في سوريا لأن داعش هزمت كذا الأمر بالنسبة إلى تعاطيه مع كوريا الشمالية أو مع إيران حيث يعتبر أن الحكومة الإيرانية سوف تذعن لمطالبه بعد إخضاعها لهذه العقبات الاقتصادية شكرا جزيلا لك ريتشارد بايتس كبير الباحثين في معهد حص للدراسات السياسية والعسكرية وشكرا من عمان للمحلل السياسي عريب الرنتاوي كما أشكر من غزة فايز أبو عيطاء نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح العالم هذا المساء متواصل معكم وفيه